أبداً لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالقرآن العظيم هو كلام الله تعالى حروفه ومعانيه قد جعل الله تعالى في تلاوته والعمل به الفضائل العظيمة والفوعد العظيمة والثمرات التي لا تحصر فمن هذه الفضائل قول النبي عليه الصلاة والسلام من قرى حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم من حرف وهذا في الحقيقة يدل على الفضل العظيم وقد بين القرط برحمه الله تعالى في كتابه التذكار في أفضل الأذكار أن عدد حرف القرآن ثلاثمائة وحد عشر ألف وميتين وواحد وخمسين حرف هذا أمر عظيم ثلاثمائة وحد عشر ألف وميتين وواحد وخمسين حرف فإذا ضربت في عشر حسنات كم تكون من الحسنات العظيمة إذا ختم القرآن الكريم وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأصحابه أيكم يحب أن يغدوا إلى بطحان أو العقيق وديان في المدينة فيأتي بناقتين كوم وين في غير إذم ولا قطعة رحم قالوا نحب ذلك يا رسول الله قال لأن يغدوا أحدكم إلى المسجد فيعلم آيتين أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل وهذا يدل على فضل تلوة القرآن وأن من تلأ قرأ آية واحدة أو تعلم آية واحدة فهي خير له من ناقة عظيمة والناقة في الحقيقة هي من باب ضرب الأمثال لتقريب المحسوس إلى الأفهام وإلا فذرة واحدة من الأعمال الصالحة خير من الدنيا وما فيها فإذا كان هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في كل آية تكون أفضل من ناقة فالقرآن الكريم اتفق العلماء بالإجماع على أن القرآن يزيد على ستة ألاف ومئة آية على ستة ألاف ومئتي آية وجاء في كما ذكر القرطبي وغيره أن القرآن ستة ألاف ومئتي آية وآية فإذا ختم القرآن ابتغى مرضات الله تعالى كان أفضل من ستة ألاف وأكثر من مئتي آية هذا فضل كبير ثواب كبير بعض الإبل لها ثمن عظيم في بعض الأحيان بلغني بأن بعض الجمال سيم بسبعة وعشرين مليون من المزايم تسمونها سبعة وعشرين مليون والله في لاوة آية واحدة خير للعبد من هذا الجمل هذا كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ومن أعظم الفضائل قول النبي عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها هذا من فضل الله تعالى وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قام أي صلى بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين أي داومين على الطاعة والذين حصلوا على القنوة والخشوع لله تعالى ومن قام بألف آية كان كتب من المقنطرين أي الذي يكتب له قناطير من الأجر وهذا من فضل الله تعالى ولا ينبغي لأحدا من الناس أن يغبط أحدا على شيء من الدنيا لا على ملك ولا على جاه ولا على مال إلا على القرآن ومن عمل بالقرآن ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأنا النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأنا النهار ومعنى أنا أي ساعات هذا فضل كبير وثواب عظيم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه خير الناس وفي بعض الروايات أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه وذبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لله أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أي هم أولياء الله تعالى المختصون بولايته سبحانه وتعالى أهل القرآن وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم أنه قال إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين يرفع من عمل بالقرآن في الدنيا والآخرة ويضع به من لم يعمل بالقرآن يضعه في الدنيا والآخرة ولهذا ينبغي المسلم أن يتدبر القرآن عند قراءاته ولهذا قال عثمان رضي الله عنهم لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم ما يعمل للسان يتلذذ بقراءة القرآن نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم كذلك قال عبد الله بن مسعود من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله وكذلك قال خباب بن الأرض رضي الله عنه قال تقرب إلى الله ما استطعت فإنك لن تتقرب بشيء أحب إليه من كلامه أي من قراءة القرآن أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يرزقنا وإياكم حب القرآن والعمل بالقرآن وتدبر القرآن وتفهم القرآن إنه ولي ذلك والقادر عليه وإن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ترجمة نانسي قرآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا